اشتركوا في القناة الآن موعد بث الحلقة القمر موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح ينتقل القمر من منزلة البطين الساعة 53 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود الآن ولغاية ساعات الظهيرة في برج الحمل معناته منظلم نشهر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل طبعا في هذا اليوم لغاية ساعات الظهيرة يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التقابل اللي سلبية طبعا هي ممتزجة يعني خليط ما بين الإيجابية والنحوسة ولكن بغلب على طبيعتها أكثر النحوسة خلال هذه الفترة طبعا هي زاوية تقابل بابين الشمس وما بين نبتون تأثيراتها من اليوم 13-9 لغاية يوم 20-9 ذروتها يوم 16-9 الساعة 10 و20 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع ابعدوا عن التكاهنات عن الحدس والله أنا حاسس يلبي بحكيلي إنه فلان خاين بكذب علي مش عارف إيش هاي الأمور كلها حاولوا انك تجمدوها وحاولوا انكم ما تأخذوا بخيالكم وأحلامكم وأضغاث الأحلام بالفترة هاي بتكثر برضو في عنا مسألة إلها علاقة بهاي الزاوية بما إنه الشمس ونبتون فهنا في تقلبات رح تصير بالمناخ إلها علاقة بالأمطار والعصير والسوائل النفط مشاكل على الغاز مشاكل على النفط مشاكل على البواخر على الأمور هاي بتكثر في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين أورانوس وهاي حكينا إنه تأثيراتها لغاية يوم 15-9 بتعزز قدرتنا أو قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كما بتعزز من قوة الحدس لدينا ولكن الزاوية الأقوى اللي بدها تتشكل لأنه هاي أوشكت على نهايتها فحلت مكانها فلا تعتمد كثير على الحدس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس فهاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وحكينا إنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل أول زاوية هي تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات يعني من الآن موعد بث الحلقة أو من عند منتصف الليل كلما اقتربنا لمنتصف الليل وطيلة النهار بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11.39 دقيقة ظهرا لا يستقر القمر بعدها في برج الثور طبعا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11.39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بصير القمر انتقل واستقر في برج الثور عشان هيك بنصير نشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات زي استعجار بيت أو عقد جديد أو صيانة تصليحات ولكن بدكوا تكونوا حذرين لأنه تراجعوا طارد بدكوا تركزوا بالتفاصيل وبالعقود بتفاصيلها بإمكانكم خلال هذا اليوم قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عندنا من الآن لغاية ساعات الظهر الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات الظهر وما بعدها طبعا بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل حتى لو أنه في خلو مسار ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية مناسب غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة خصوصا لأنه عشان فترة خلو المسار يعني تصلح للعمليات الجراحية الصغرى والعمليات الكبرى ولكن بالنسبة للتجميل لأنه خارجي لا يفضل ما يكون في فترة خلو مسار يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميل والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس خمسة عشر تسعة رح يكون في تمام الساعة اتناش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره سبعتاشر يوم في تمام الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بيصبح ثمنتاشر يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة منتحسه بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل وبدو انتقل للثور ورح يمكث في الثور لغاية يوم خمسة وعشر تسعة طبعا هو الان سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بتنزل لنسبة السعادة إلى خمسة وعشر في المية في ساعات العصر بترجع بترتفع لنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23 تسعة بعدين يرجع للعذراء منتحس بنسبة 10% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 تسعة منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشر سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4 ع 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بأي اتجاه طاقتكم عالية وسرعة البديهة ممتازة يعني ممكن تهتموا بمظهركم أو بنوع من أنواع التغييرات خلال هذا اليوم برضو يعني زي توقعات يوم أمس طاقة عالية زي ما حكينا وحتى بتكون ملفت للانتباه للجنس الآخر أما من ساعات الظهر بصير يوم بتركيزه على الأمور المالية بيحمل فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تنشطوا بالاتصالات وزيارات أو تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء تتشجعوا وممكن اليوم تعالجوا مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية أو المؤسسات فحاولوا أنكم تدققوا بالأوراق اللي بتوقعوا عليها وفي نفس اللحظة تفقدوا كل بندها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الظهيرة فبظل الأجواء تطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أهم شيء أنكم ترتاحوا تهتموا بصحتكم بغذائكم ما تتخذوا قرارات حاسمة حاولوا أنكم تضعوا سلم للأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لراحتكم بتظل الوتيرة عندكم منخفضة أو الطاقة منخفضة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتتغير الأجواء بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا بخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هذه فترة استثنائية لأن القمر رح يكون عندكم لمدة عشر أيام تقريبا فبصير الجو ممتاز ومميز بدعمك أو بدعوك الجو لبذل الجهد أكثر عشان تحقق إنجازات أكثر يعتبر هذه فترة أكثر دعما حاول أنك تأخذ المبادرة وتكون شجع برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا التركيز رح يظل على المستوى الاجتماعي بظل في عندكم نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا الأصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة من الآن لغاية ساعات الظهرة أهم شيء الأجواء ممتازة ولكن طاقتكم بدأت تنزل تدريجيا كل ما اقتربنا يعني إلى ساعات الصباح أكثر بتلاقي أن الطاقة بلشت تنزل لأنه القمر بيقترب لبيت المتاعب وعادة لما القمر يصير في بيت المتاعب بتصير فترة سلبية يعي كل دورة فلكية لغ البرج اللي قابلك بمعنى آخر فعشان هي بيصير من ساعات الظهر فترة بتطلب منكم عدم المبادغة المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم بدون إهمال صحتكم لا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من بعض الركود ومراوحة المكان فلا تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم يعني اعمل بشكل روتيني الأفكار بتصير مشوشة والظروف بتصير مخيبة طبعا هذا الضغط رح يستمر معك ليوم الخميس بعدين رح تبدأ مرحلة قوية لصالحك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان الأجواء بتظلها جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بعمل جديد أو تقديم طلبات لعمل أو تعزيز علاقاتكم مع المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء زي ما حكينا دون انفعالات من الآن لغاية ساعات الظهيرة الفترة ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط لأنه هذا بيت السمعة بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين حاول إنك ما تتخذ برضو قرارات حاسمة من ساعات الظهيرة بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي بالرغم من بعض الضغوطات أهم شيء أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم وتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في أمور السفر والاتصالات وبتظل الطاقة موجودة عندكم للتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد الطاقة ممتازة على مستوى الامتحانات وإجراء المقابلات ولكن بتحذروا في فترة خلو المسار ما تتخذوا أي قرارات حاسمة يعني بمعنى آخر ما تعتمدوا على الحظوظ وما تتخذوا قرارات وإذا كان عندكم سفر في فترة خلو المسار طبعا بتكونوا مقررين قبل خلو المسار فالأجواء بتكون جيدة وداعمة لإلكم ولكن بتكونوا تتفقدوا أمتعتكم ما تسرعوا على الطريق تتفقد المركبة وإذا أوراق سفر بدك تتفقدها بشكل جيد إذا عندك امتحان ما تعتمد على الحظ نهائيا في ساعات الصباح بصير اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن اليوم تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأنه إجمالاً الجو العام صعب برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعاً القمر ما زال موجود في البيت الثامن معناته التركيز كله على الأموال المشتركة بتنشغل أو بتشغل فكرك في طريقة حل بعض المسائل المالية والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن حاولوا أنكوا ترتبوا أموركم أو أمور الفواتير بشكل جيد بدون مصاريف الزيادة أو بدون مغامرات مالية ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي لها علاقة بقرض أو تسوية أو ميراث أو ديون لكم أو فلوس للكم بتحاولوا تحصلوها في ساعة طبعاً الظاهيرة القمر رح يتغير لأنه رح ينتقل في البيت التاسع فهنا بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا بأمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات والعلاقات وخصوصاً مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك وفيها سفر محتمل للبعض برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً جيد لا التعاون ما بينك وبين طرف ثاني وخصوصاً شريك المال شريك العمل أو التفاهم معاهم ولكن زي ما حكينا أن القمر بما أنه مقابلك بظل طاقتك ضعيفة فجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر زي ما حكينا من أي إنفعال لو أي شخص بده يستفزك امسك أعصابك وما تتخذ قرارات في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماماً لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهو أنا بصير التركيز كله على الأوضاع المالية فاليوم بتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور يعني زي تأمين تبدأ تدخر أموال شغلات من هذا القبيل أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء تنظموا جدول غذائكم لأنوا أنتم بدأتوا بمرحلة المقابلة الآن للقمر فطاقتكم ضعيفة فبدكوا تنظموا جدول غذائكم وتحاولوا أنكم ترتاحوا يبعدوا عن المشاكل حتى لو حد بدوا يستفزك بدك تضبط أعصابك بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك بالعمل وما تبادر باستلام أعمال جديدة بالفترة يعني إنجز الأعمال اللي موجودة بين إيديك حاول أنك تتممها أما من ساعات الظهر فهنا بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن زي ما حكينا من خلال الآن ولغاية ساعات المساء والأيام القادمة لغاية يوم الخميس بدكوا تحذروا من الإنفعالات لأنه بيصع بالتفاهم معكم وممكن تقعوا في ورطة أنتوا بيغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنه الفترة هاي خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الظهر فبتضرغ بدكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن يعني ظروف جيدة هي ممكن يكون فيها بعض القلق من مسألة معينة حول أحد الأبناء أو أحد الأحبة أو أحد الوالدين أو قلق منه يعني عليه أو منه بيظل النشاط عالي ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح من نجد أن الطاقة بلشت تختلف شوي نفسيا بلشنا ننضغط الطاقة بلشت تخف لأنه مراحل المقابلة وهذا البيت السادس لا إلك فأهم شيء أنك يعني تحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بأي مواجه وفرض السلطة على الأحبة أما من ساعات الصباح أو كل ما اقتربنا لساعات الظاهرة نجد أن العمل بدأ يتراكم وبصير أنت رغم أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم إلا أنه بتجدوا في تباطئ في إنجاز بعض الأعمال أهم شيء أن تنظموا جدوى الغذائكم وأعمالكم وتأخذ القصد كافي من الراحة من وقت لآخر وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم طاقتكم براقب وأهم شيء وضعك الصحي يعني ما تغامر إذا بدك مراجعة لطبيب أو أخذ بعض العلاجات فالفترة مناسبة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة كمان اليوم لأن القمر ما زال موجود في بيت العائلة فبضل التركيز كله على البيت والعائلة والروابط العائلية والزيارات والواجب الاجتماعي العائلة ممكن اليوم ياتبادل زيارة تطلع بمناسبة شغلة زي هيك ولكن ممكن يصير فيها عطل منزلي أو حدث طارق مثلاً يسبب لك نوع من أنواع التوتر فما تتخذ قرارات وتفقد سيطرتك على نفسك أو أعصابك فأضبط أعصابك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتجد الأمور انحلت المشاكل اللي كانت قبل وبتبدأ عندك طاقة جديدة وبترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني هواية رحلة تجميل بيطمئن بالكم نسبياً وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلموا بل كرروا المحاولات ابترغبوا في استكشاف شيء جديد خلال هذا اليوم أو بساعات المساء الأجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر الآن موجود في البيت الثالث لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتنشطوا في السفر والاتصالات وبظل عندك طاقة عالية جداً وقدرة على الإقناع وممكن تنطلق بمشروع أو تروج لعمل وباستطاعتك تعمل مقابلة أو تقدم امتحان ولكن في فترة خلو المسار بدك تنتبه على قيادتك حركتك قيادتك للسيارة وحركتك على أجهزتك الإلكترونية الأمور اللي لها علاقة بالسيارة حتى بنقاشاتك وحواراتك بدك تضبط أعصابك ممكن اللي يصير فيه شيء له علاقة بالإخوة أو الجيران في هاي الساعات برضو أضبط أعصابك فيها من ساعات الظهر الأجواء رح تتركز على أمور إلها علاقة بالعائلة بوسعكوا ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من ساعات ما بعد الظهر وبإمكانكم تعززوا الروابط العالية أهم شيء أنه ما تسمحوا لعواطفكم أنها تأثر عليكم أو على سلوككم أو على أدائكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج ويسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيتوا قدموا المساعدة إلى أي شخص بيحتاجها أو بيطلب منكم المساعدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا مال بعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمعوا خبر سار أو يلعب قريب دور مهم بالنسبة لإلكم يعني بتظل الأجواء المالية هي المسيطرة زي يوم أمس أو ممكن تعطيكم حظ أكثر لأن القمر في مراحل سعادة لإله فممكن تجيكم أموال عمل إضافي مستردات هباد دعم أو تحلوا مسألة مالية كان صعب إنكم تحلوها وتعملوا تسوي معينة أما في ساعات الظاهرة فهنا الطاقة رح تزيد بالزيادة لصالحكم فرح تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات وبتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة والتعامل مع الإخوة والجيران أهمش إنكم تكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي حواليكم بسبب إنفعالاتكم أو ردات فعلكم السلبية اللي ممكن يخرج منك بعض الكلام اللي يكون جارح أهمش إنك تتفهم الآخرين حاول إنك تبقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة أو التسوية حاول إنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذروا من السرعة وسوء التفاهم يعني أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك حاول إنك تنتبه على أساس أنه ما يصير معك حادث أو تتخالف أو يصير عطل بالسيارة أو إنك أنت نفسك تؤذي نفسك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا 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 شكرا